السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الصناعية قسم التركيبات والمعدات الكاربية مرحبا بكم في قناة التعليم الفني في إحدى حلقاتي لمادة الآلات الكاربية والوقاية أبنائنا وبناتنا يارب نكون بنذاكر الحاجات أو الحلقات اللي بتتاخد فيه التلفزيون المصري والوزارة العاملة بالنسبة لكم قناة خاصة للتعليم الفني أبنائنا وبناتنا في الحلقة السابقة كنا اشتغلنا جزء مهم جدا وقلنا ناخد بلنا منه كويس كنا اخذنا فيها المفاقيد وطرق التبريد في المولدات التوافقية وقلنا 3 طرق أو 4 طرق للتبريد اللي هي التبريد الطبيعي والتبريد بالهواء والهواء الجابري ثم التبريد عن طريق مؤسير غاد الهيدروجين وقلنا كمان ان المفاقيد عندنا في المولدات في مفاقيد ثابتة وفي مفاقيد متغيرة طبعا بناتنا وابنانا كانوا قالوا المفاقيد المتغيرة على طول قبل ما كنا نشرح ونفاكر هذا الكلام في الحلقة السابقة ان دايما قالوا المفاقيد المتغيرة تعتمد على ملفات المنتج برافو عليكم ملفات الأقطاع نظرا لتغير المقاوم وتغير عدد الملفات اما المفاقيد الثابتة فقلنا احتكاك كراسي المحور واحتكاك كراسي العقيق وقلنا مقاومة الهواء للعمود الدور بعد كده شرحنا اهم سؤال وقلنا ان ما فيه امتحان او اختبار يجي فيه مادة الالات او الرسم لان الاتنين احنا قلنا مرتبطين ببعض ارتباط قوي جدا زي بقية المواد ولكن الرسم مادة الالات الكاربية والوقاية الى حد ما مع بعض نسبة 90% السؤال اللي سألنا وقلنا ناخد بانك واي اسم منه اوي علل او ما هو التوافق ولماذا يتم وما هي شروط التوافق وما هي طرق التوافق في المؤلدات التوافقية ابنان وابنتنا قلنا التوافق هي عملية ادخال مولدين او اكثر معنى على التوازي او هي عملية تطابق بين الاوج وبعضها في المؤلدات التوافقية لماذا يتم قلنا كتير اوي قلنا على المثال هنا على مبنى من سبيرو قلنا ان المبنى عندنا مثلا المحطة بتاعته فيها خمس مولدات مشغلة المبنى الاولانية طيب المبنى زاد شوية فاصبحت الاضاءة كمان والجودة يبتدي يزيد او طيار الحمل بدل ما نبني محطة تانية كتيرة وطبعا دي هتكلف كتير جدا قلنا بندقى المولد على الشبكة عن طريق التوافق بالتوازي يبقى هنا علل يتم التوافق ان حرية المنورة بين المولدات لو في مولد عطل بقدرشيلو رقم اتنين بحافظ على استمرارية التغذية للمستهلك بجهد سابت لان المبدأ الجديد لو زاد الجهد بتاعك هيبتدي ايه؟ لأ بدخل المولدات بحيث ان الجهد يفضل سابت الكلام ده ينطبق برضو على ما نزلنا وعلى مصانعنا وعلى الشوارع كمان الاضاءة بالنسبة لعملية التوافق يهمني او فيها كمستهلك الحفاظ على الجهد سابت رقم تلاتة قلنا الحفاظ على اجهزة المستهلك من التلف لان الجهد لو قال الاجهزة تبتدي تتلف رقم اربعة رفع كفاءة تشغيل الشبكة وقلنا بنرفع الكفاءة بدلا من خمس مولدات بتبقى ستة وسبعة زي ما نعايز السؤال اللي بعد كده قلنا ما هي طرق التوافق او شروط التوافق الاول شروط التوافق انحنا قلناها وبطريقة سألة قرها علينا شوية لان ابنان على طول صحيحين المرة دي يقولوا كمان عن اغلب بناتنا ماشي طرق وشروط التوافق قلنا معنى كلمة توافق يا عملية تطابق طيب ما ينفعش وقلنا المثال ده ان انا جيب مولد مثلا من المملكة العربية السعودية او من الولايات المتحدة الامريكية ليه يا فن؟ اقول له حضرتك هناك شغالين على التردد ستين زبزبة على السنين عندنا في جمهورية مصر العربية وتقريبا في تلتين دول العالم على خمسين زبزبة على السنين تبو تفري يا مصر؟ نفس السؤال بتاع الحلقة اللي فات اه تفري كلما زاد التردد كلما اقل الجهد يبقى في عندي شرطين هنا ما اقدرش ان انا اتحرك فيه من التردد والجهد يبقى لا يبد ان يكون تساوي التردد تساوي الجهود المولد بتاعي تلتمائية وتمانية بالمولد اللي انا هجيبه تلتمائية وتمانية المولد بتاعي خمسين بالمولد اللي انا هجيبه خمسين زبزبة تتابع الا وجه وتعقبها ال R مع ال R وال S مع ال S او L1 مع L2 و L3 طيب L1 مع L1 و L2 مع L2 يABقى انا عندي هنا شروط التوافق عندي أربع خمس حاجات لابد ان يكونوا متطابقين شرحنا كمان في طرق التوافق خدنا باستخدام اللمبات المظلمة واللمبات المديئة. وقلنا اللمبات المظلمة التلاتة توالي. لحزة التوافق. ايه ده يا يا التوافق لحزي? اه. توافق لحزي يا سادس. بدليل احنا قلناها في لحزة معينة لو في سباق ما بين عربيتين هتلاقي عربية بتطلع وعربية بتنزل وعربية بتطلع. لغاية ما في اللحزة معينة اللي اتنين يكون السرعة واحدة. وحركة واحدة. واداء واحدة. اللحزة دي بسميها لحزة التوافق. تمام? طيب. خدنا بعد كده اللمبات المضيئة. اتنين اتنين توازي واحدة. ودخلنا على محول التوافق. محول التوافق بس هنذكره مع ابنانا وبناتنا. وزملائنا في الكنترول. اول ما قلت محول التوافق طلقه على الشبكة على طول. او على الشاشة. عشان نشوف منظره بالنسبة لنا. هيبارة عن اين? محول زي الشباكين. جزئين ملف ابتداء على اليمين. والملف السانوي في النص. القلب الحديدي الحلقة اللي في النص او القلب او الرجل اللي في النص دي بتبقى ضعف اللي اتنين. تمام? طيب. بوصل اللي على اليمين بالمؤلد المراد توصيله. واللي على الشمال بالمؤرد الشبكة. لو اللي اتنين متسويين في كل حاجة او اتجاه المجال مع بعض. اتجاه المجال مع بعض. يبقى المحصلة بتاعتهم هتنور اللمبة بالكامل. طيب لو اتجاه المجال من مؤلد المراد توصيله مؤلد التاني. الاتنين عادتك سباعة اللمبة هنا. هتطفي. يبقى المحصلة بتاعتهم سفر. طريقة تالتة ليه التوافق. طريقة تالتة ليه التوافق. ايه هي? الطريقة اللي احنا نقول عليها دلوقتي اللي هو جهاز التوافق. جهاز التوافق ابنانا وابناتنا يشبه تماما او تقريبا تركيبه جهاز قياس معامل قدرة. فكرنا لا حضراتكو خدتوها في الرسمة. وشرحناها. ملف توالي وملفين توازي. بالتالي. ووصلناها وان الملفات التوالي كزا والملفات التوازي كزا. يعني مفروض ان حضراتكو بقى تشرحوا لنا الكلام بتاعتنا. جهاز التوافق او بيسمى في الحالة العملية جهاز السينكريسكوب. عبر عن جهاز ما اعنا شايفينه على الشاشة كده. اللي العليمين اسرع ولا على الشمال ابطأ. اذا هو كمان تساوي السرعة طبعا. السرعة كمان. وطياري التغذية ممكن يتساوي. على حسب القدرة بتاع المؤلد. طيب. بغز المؤلد المراد توصيله بالنحية اليمين. او المؤلد اللي انا عايز اشغاله. اول اللي عالشبكة بالشمال. على المؤشر. ودي تلاحظه كويس جدا. ان شاء الله ربنا اكرمكم جميعا. في المعاهد وكليات. لان احنا درسناها. درسنا هذا الكلام في المعاهد على الطبيعة. كان زمان ما كانش فيه المعامل الليف فولت اللي عند حضراتكم. طبعا الكلام ده موجود في يعني بنقول تسعة وتسعين في المئة من معامل مصر. كلها المعمل الليف فولت موجود. وزملائنا الافاضل في المدارس بيشرحوه بالتفصيل. واحنا كمان هنحاول ان شاء الله نشرح لكم المعمل حي او بث مباشر. بوصل من ناحية بالمؤلد اللي انا عايز اشغاله والنحية التانية بالمؤلد بتاع الشبكة. الاي المؤشر? ايوة. ايوة لأ شباب نصيح يوم ادي الطافق لحزة. هتلاقي المؤشر بيلف نحية اليمين? يبقى هنا فيه مولد اسرع من التاني. ابتلت حكم في السرعة. طب لفت نحية ام مؤشر لا في ناحية الشمال يبقى فيه مولد ابطأ من التاني. ابتلت حكم في السرعة عن طريق الالة المديرة او طيار التفزيز. طيب. تلاقي المؤشر بيلف 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 بيجي لحظة معينة لقى سرعاته ابتلت تقل. ابتلت سرعاته يبقى انت ايضا كان على المفتاح الاوتوماتيك للمؤلد الاحتياطي. اول ما يقرب من ناحية الصفر على طول بتوصل المؤلد على الشبكة. لان هو بيجي عند الصفر مش بيركن بقى ويقعد شوية لا ده هي توافق لحظي. واحنا قلنا عربيتين بيتسابوا مع بعض. الاتنين في لحظة وليس توافق مستديم. ودي كانت احدى الطرق المستخدمة. اللي هو سالسا كيفية توصيل مؤلد مع الشبكة باستخدام جهاز التوافق. الرسمة دي موجودة برضو في مادة مادة الرسم. طيب يبقى انا خدنا اللمبات المظلمة. خدنا محاول التوافق او اللمبات المظلمة المضيئة. ومحاول التوافق وجهاز السينكريسكو. الطريقة دي فيها مميزات اه. تعالوا نشوف مع بعض كده شاشتنا هتطلع لنا ايه? الاجابة بتاعتك. بص على طول تستخدم هذه الطريقة ليه? مباشرة زي مولاءنا. يعني فاهمين كهرباء كمان اكتر مننا. تستخدم هذه الطريقة الحديثة. لسرعة. لسرعة توصيل المؤلد على الشبكة. وتوصيل المؤلد. توصيل المؤلد يتم رفع سرعة المؤلد الى سرعة التوافق. وبدون طيار تغزية. وبدون طيار تغزية. بحيس ايه اللي بيحصل? ان انا عندي هنا الشبكة بوصل مباشرة عن طريق ارفع سرعة المؤلد اللي انا عايز اوصله الى اقصى سرعة ليه? ده تقريبا بتساوي سرعة التوافق. وبدون طيار تغزية ثم يوصل يوصل المؤلد مع الشبكة بالتوازي. طبعا حضراتكم في الدبلوم دلوقتي يعرفين يعني ايه توازي. اه وفي مؤلد فصل الشبكة ما تفصلش. ثم بسرعة يغذى بطيار التغزية المستمر المقنن. وسرعة ما يتوافق المؤلد مع الشبكة. الطريقة دي لها مميزات. اه ليها مميزات جميلة جدا. طبعا غير اللمبات وغير محاول التوافق. تعالوا نشوف كده مميزات التوافق الاوتوماتيكي الذاتي. تستخدم هذه الطريقة الحديثة لسرعة توصيل المؤلد بالشبكة. انت بقى جميلة جدا دي. حاليا دلوقتي في في بعض مصانعنا في مصر ودي من التطوير حاجة اسمها اليوتي اس. هقول لكم عليها لما نخلص موضوع التوافق. ولتوصيل مؤلد الشبكة يتم رفع السرعة زي ما قلناها. المؤلد على سرعة التوافق وبدون تغذية ثم يوصل مؤلد معه الشبكة بالتوازي ثم يغزم الطيار المستمر وصرعة. ده في بقى هنا ايه? مميزاته ايه? مميزات التوافق الاوتوماتيكي او الذاتي. ركز معنا كده لان التحديس ابناره ونبناتنا شغال في مجال الكهرباء كل يوم في جديد. بساطة التشغيل مش محتاج بقى لمبات ومحتاج جهاز توافق ومحتاج سرعة ادخال المؤلد على الحمل. ودي ايه? مهمة جدا في مصانعنا. امكانية توصيل المؤلد بفارق نصف الى ستة فولت. احنا بنقول لحزة التوافق الاتنين يكون متطبقين. في التوافق الاوتوماتيكي لو فيه فرق اتنين فولت تلاتة فولت يشتغل. ودي حاجة مهمة جدا. بتردد خمسة وتلاتين زبزب. خدت بالكم بيانة التوافق الاوتوماتيكي ايه? عبارة عن تلافي عيوب الطرق السابقة. دي على فكرة ودي جميلة جدا في اه جمهورية مصر العربية في بعض المصانع الكبيرة مش هنقول اسمها. بيعملوا التوافق الاوتوماتيكي لما يكون مسلا عندهم طلبية جديدة جدا. والمكان كله شغال. فلسه هيعمل عملية التوافق باستخدام جهاز الكيرسكوب او النباط او هتاخد وقت. اديها عند المصانع ديات بتسوى فلوس كتير جدا. فبيعمل التوافق الاوتوماتيكي. بتاخد حوالي بالزبط خمس ثواني او عشر ثواني. بيشغل المؤلد يسرق الاقصى سرعة تقريبا السرعة واحدة. بيوزبط طيار التغذية لو طياره مستمر ويوصل مع الشبك. حتى لو في فرق في التردد. ده خمسة وتلاتين ده خمسين المؤلد بيشتغل. ودي بتوفر في الفلوس بتاعة المصانع دي. تعالوا نشوف كمان امكانية التوصيل عندما لا يتيسر موجود منظم اوتوماتيكي سرعة للسرعة. يعني انت بتقول دلوقتي انا عايز ده سرعة ده اسرعة ولا ده. وعندك عددين السرعة شغالين. لو فيهم واحد اطلاق مش مش مشكلة بالنسبة له. هو بيقدر التوافق الاوتوماتيكي يوفق ما بين المؤلدين. امكانية اعارة التوصيل الاوتوماتيكي. يعني فاصل المؤلد لا ايا كان. بسرعة بترفع المفتاح بعدها بسانية او سانيتين بيقدر يشتغل معه. ودي مهمة جدا. حاليا حاليا وطبعا مع التحديسات اللي حصلت وحضركوا ان شاء الله في المعاهد والكليات بإذن الله رب انه نجحوا جميعا حتلاو في حاجة اسمها في المناهج الجديدة اليوتي اس. اليوتي اس عبارة عن ايه? بتدخل مؤلد. مع مؤلد في طوبين سانية. يا طوبين سكت اه? في اتنين من عشرة. ودي اساتنا وعلمائنا في في كليات الهندسة عملوها. وحدة اسمها وحدة يدخل المؤلد مع الشبكة في حوالي اتنين من عشرة من السانية. الكلام ده ممكن? اه ده ممكن? وحضرككم يعني بسم الله ما شاء الله المنهج المنهج الحديثة بتقربكم من سوق العمل. او التطوير اللي حاصل فيه السوق. ودي جميلة جدا فيه تطوير المنهج من وزارة التعليم الفني. طيب تعالوا نشوف مع بعض حاجة تانية بالنسبة لنا. قالوا وهي تسلسل عملية التوافق. وده ابنائنا وبناتنا بيجي عليها سئلة كتير جدا وللأسف الشديد بعض ابنائنا بيحاولوا يعني يقول لك ايه? لو انا عايز نفس المؤلد المؤلدات شغالة. ودي طبعا ابنائنا وبناتنا اللي اشتغلوا في محطات الكهربا في الحالة عملية. حتى جوم نقشونا بعد ما تخرجوا واشتغل. عملوا ايه? قالوا حضرتك المؤلد اشتغل. احنا عايزين نفصله. عايزين نفصله. ففيه تسلسل لعملية الفاصل. مش بتفصل المؤلد زي اللمبة. لا ده المؤلد عليه احمال. وعليه حاجات كتير جدا. ازاي? دي مش لمبة بتروح تطفي الزرار بتاعها. ده المؤلد ده مشغل مسلا مدينة. او مشغل مصانع. فقال لك لا ده فيه تسلسل. اولا يا ضب يا شوف ايقب بالك من الكلمة. تضبط قدرة الالة المحركة يعني ايه? انا عارفيني المؤلد له اهلة مديرة. اجي على الالة المديرة ابتدي اقلل سرعتها. الى ان تصل سرعة الالة مديرة للصفل. وبالتالي المؤلد سرعته تقل. بعد كده خفت طيار التغزية. اخفت طيار الايه? التغزية. ايه هو طيار التغزية? ايه? نمنا ولا ايه? اه طيار التغزية طيار مستمر معلش. لا فوق بقى. طيار مستمر المغزي لملفات الاقطاب للمؤلد التعافقي. اخر حاجة بعد ما وصلت سرعة المؤلد. الالة المديرة للصفل. وطيار التغزية للصفل. ابتدي افصل المحرك. لو عملناش الخطوات دي ابنانا وبناتنا. بتحصل مشكلة كبيرة جدا في محطات الكهرباء او محطات التوليد. على فكرة الكلام مع حضراتكم ممكن يكون سهل. لكن انت لو فصلت المؤلد عن الشبكة. مباشرة يعني مش عايز اقول لحضراتكم ممكن تعمل مشاكل ادئيه في المحط. كعربة من اساسيات التشغيل اقتصيدات التكاليف والجودة العالية. يبقى ناخد بالنا من تسلسل عملية فاصل المؤلد عن الشبكة. اول حاجة اجيب على المؤلد اللي انا جايبه. اللي انا هيشغاله. اول حاجة باعمل ايه? اقلل سرعة الالة? المديرة. انا مديرة عندي احنا خدنا اربع خمس الالة. وبعدين اقلل طيار التغزية. قللت طيار التغزية بقى المؤلد بالنسبة لي ده صفة لا. افصل. انما حضرتك هتيجي يعني في بعض ابنان وبان انت اسعب ينسوا. يفصل المؤلد دي مشكلة كبيرة. ده تلاقي المحطة كلها تبرجلت. ودي طبعا بتبقى تكلفتها عالية جدا. زي ما باجي اشغل المؤلد على التوافق. انا بقدخل المؤلد على الشبكة. مش بعمل اجراءات. الاجراءات دي تعمل. اخر حاجة انتهت بيها تبتدي بيها. اخر حاجة ابتديت بيها تنتهي بيها. دي مهمة جدا جدا ابنان اواتنا اللي هي عملية تسلسل الالة او فاصل المؤلدات. طيب المؤلدات دي يا مصر يعني اساس الكهربا واكيد لها حمايات. بربع بتحصل. يعني يقول لك زي الفيوزات. الكهربا عندنا في المنازل. حصلت افلة او شرط القصر طرفين لمسوا مع بعض الفيوز بيفصل. صح? يبقى هنا عنول حماية المؤلدات التوافقية. عندي اربع خمس حماية. وعلى فكرة عمال اركز اوه. نفس الحماية في مادة الالات هي اللي موجودة في مادة الرسم. بس الرسم بتفصل بترسم الدائرة بالتفصيل الكامل. لكن احنا هنا بنشرح الاجزاء الفنية في مادة الالات الكهربية والوقاية. حماية المؤلدات في عندي الحماية التفاضلية وزيادة وزيادة الحامل ودد انعكاس القدرة. ده المكرر علينا اه افتح كتاب الوزارة. كتاب الوزارة بالالوان. يعني حاجة ممتازة. قالوا كم سنة كده مطورين فيه كويس جدا. تعالوا نشوف مع بعض. اول حماية تطلع علينا على شاشتنا الجميلة هنا الحماية التفاضلية. الحماية التفاضلية. فين بناتنا? فين بنات? ايوة برافو عليكم مرزا برايس. ورسمناها هنا. رسمناها هنا في قناتنا قناة التعليم الفني في التلفزيون المصري. رسمناها وقلنا لك دي توصيلة لامبة عادية. عبارة عن ايه? بتخط تلات محولات طيار قبل ملفات المنتج. وتلات محولات طيار بعد ملفات المنتج. والتلاتة من فوق مع التلاتة من تحت توصيلة برافو توالي. توصيلة توالي. تمام. وموجودة. وبغصر في الاخر بتلات متممات. واطلع منهم بطرفين. التلات متممات باخد منهم بطرفين فقط اللي هما يعتبروا بالنسبة لي طرفين مفتاح. مع ملف القاطع مع مصدر طيار مستمر ليلة بطارية بيبقى هبارة عن توصيلة لامبة. تعالوا نشوف مع بعض الدائرة هنا على شاشتنا هنا مطلعها ايه? طبعا الباور سابلاي ثم المصيرات ثم مفتاح السكينة مع ملف القاطع. لو لاحظت هنا دي البطارية بالنسبة لي. قادي التلات متممات. التلات متممات واخد منهم طرفين فقط لكمل دائرة ملف القاطع. طب وهنا. قال لي واحد اتنين تلاتة. ملف تلاتة ملف سنوي محولات الطيار. ومن تحت ملفات المنتج تلات محولات طيار. يبقى عندي تلات محولات طيار من قبل ملفات المنتج. وتلات محولات طيار من بعد ملفات المنتج. وبعدين بيخرجوا على دائرة ميرزا برايس. دائرة ميرزا برايس بتسمى المتمم الفرقي. او متمم تفاضلي. ايه فرقي دي? لا. كده ازعل. تفاضلي او فرقي احنا شرحناه ايوة. لأ شباب ده ابتدوا يصحوا البنات. البنات. تمام. الفرق اللي بياخد فرق الطيارات. وما انا احطت محولات طيار فوق ليه? ومحولات طيار تحت ليه? وفي النص ملفات المنتج. لو نسبة الطيار من اعلى ملفات المنتج. متساوية مع نسبة الطيار. لأسفل ملفات المنتج المحصلة بتاعتهم سفر. يبقى الدايرة شغالة المولد شغال مع الشبكة كله تمام. طيب لو حصل زيادة في الحمل او زيادة في الضغط تقلة الضغط. محولات الطيار هنا اللي قبل ملفات المنتج واللي بعد ملفات المنتج هيحصل فيها فرق. الفرق ده يمر فين? برافو. ايوة كده بناتها. هيمر في المتممات يا ميستر صح? المتمم مر في طيار. صح? هاي بحقيق فيه نقطة التلمس بتاع المتمم. طيب لما هي في النقطة التلمس بتاع المتمم يكمل دائرة ملف مين? القاطع. وهي موجودة على شاشتنا. ملف القاطع مع السكينة الرئيسية. يفصل المؤلد عن الشبكة. يفصل المؤلد عن الشبكة. دي اسمها الحماية التفاضلية. او متمم بيرزا برايس لحماية المؤلدات. حتى كده ايه? نغششها محدش يسمعنا. التفاضلية الحماية والتفاضلية موجودة في المحولات? موجودة في المؤلدات? موجودة فين? في المحركات. ايوة لا كده فهمنا. فهمين يا مصر? اه ده مكرر في التلات ابواب. طيب كويس كويس. يبقى معناها ايه? انحنا ناخد تلات. وموجودة فين? في الرسم? وفي مادة الالات. يبقى لازم ناخد تلات من الحاجات اللي ايه? اللي هي مقررة كتير جدا دي. يبقى مهمة جدا بالنسبة. الحماية اللي جاية بعد كده حماية جميلة جدا اللي هي مش عايزين نشرح. ايه رأيكم بقى? ايه ده مصر? هي دي طيب مكويس اهو بسم الله ما شاء الله. فيعنى يا سيد اللي عنده حضراتكم في ايه التدريبات العملية في الورش. ده احنا كمان يا مصر مفيش دايرة في في الرسم. الا ما نحط ده. صح يا سيد الحماية الحرارية. ده ده زيادة الطيار. عبارة عن الزواج حراري. بيتحط. الطيار مش سليم. تمام ما فيش مشكلة. الطيار زاد تلاقي التقوز بتاع المعدن. يزوق الريشة. شوفوا التقوز بتاع الصابقة كده. يزوق الريشة. يكمل دايرة ملف القاطع يفصل المولد عن الشبكة. ايه ده يا مصر هي موجودة كمان في المولدات? اه يا سيد. وموجودة في المحولات. وموجودة في المحركات. وموجودة في دوارة الحماية بتاع التحكم. ده اسمه اللي هي الحماية المولدات ضد زيادة الطيارة. او زيادة الحامل. طبعا يعني مش هنقعد نشرحها لان حضراتكم وانا بقول الكلام ده عشان تذاكروا. الكلام ده شرحناه في الرسم. وهناخده في دوار الرسمي تقريبا بالكامل. يعني حاجات ايه? مرافو عليكم. اساس ايه? تعالوا شوف الدائرة التالتة اللي موجودة عند حضراتكم هنا. ضد نعاكاس القدرة. كنا زمان بنسميها لها بحماية باستخدام حلقات الاتزان. طبعا معها والذلك بيقول لك الملاك بتاعكم بسم الله ما شاء الله حديثة جدا مسيرة للاحتياجات سوق العمل برا للتطور اللي بيحصل. عبارة عن مرحلات اتجاهية. مرحلات ايه ده? هي التحكم كمان والاكترنات وتجهوه ودخلين في الالات. امالي يعني شغالين ازاي? امالي احنا خبرانا الافاضة منزلين المناهج كلها مرتبطة ببعض ليه? عشان حضرتك وعشان حضرتها تقدروا انتو خارجين دلعين المعاهد وكلها بتاعكم فاهمين المناهج اللي جاية ايه? تمام? عبارة عن ايه بالنسبة للدائرة دي? حضراتكم واخدينها في مادة الرسم بيستعلون الشرحة تانية. عبارة عن محول طيار. ادي محول الطيار بتاعه. له نسبة قاله نسبة. وهدي محول الجهد. وهنا مرحل اتجاهي. مرحل اتجاه بيعمل هنا ايه? التلات اطراب بتوعي. ان اكاس القدرة. ممكن القدرة المحول المولد التوافقي يقلب. يشتغل كايه ده? يقلب اه احنا هناخد الكلام ده النهاردة في حلقة النهاردة. يعمل كمحرك. لا اخد بالي ده نفصله. فهنا حطين حاجة اسمها مرحل اتجاهي. يرحل ما بين يوافق ما بين اتجاهات الطيار والجهد فيه بالنسبة للمحول الطيار ومحول الجهد. ابنانا وبناتنا يعني كده خلصنا باب الموالدات التوافقية. باب الموالدات التوافقية اعتبر بالنسبة لنا حوالي تلت الملك ودخلينا على النصر. فضلنا في الالات التوافقية المحرك التوافقي. استنى مصر حاضر. عايزين ايه? تجي نقول اسئلة على الموالدات? هقولهم بس مش هتكتم مع الشاشة. اني عندي هنغششها مع بعض كده. ها? ماشي. هنقولهم من بداية الموالدات بعض الاسئلة. هنقول ايه مسلا? قارن بين الاقطاب البرزة والاقطاب الغطسة في الموالدات التوافقية. ده واحد. اقل المقارنة. خلاص احنا مش هنجاوب بقى الناس قاعدة. انتوا هتكتبوا وتجاوبوا لنفسكم. نراجع عليها. نقول ايه سؤال تاني? علل تغزى ملفات الاقطاب للموالد طيار متردد بطيار مستمار. خلاص عارفين اجابة. طيب لو قلت كمان اشرح طريقة التغذية للموالد التوافقي باستخدام التغذية النفسية. اه فاهمنا فاكرنا صح. طيب عرف معامل الخطوة ومعامل التوزيع ومعامل التنظيم مع كتابة السيغة الرياضية لكل منهم لكل منهم وذكر مميزات وعيوب كل منهم. طيب ما هي العوامل التي تتوقف على استنتاج القوى الدفع الكارابية في الموالد التوافقي. السؤال اللي جاي عارفينه يا مصر. طيب يقولوا ما هي العوامل التوقف عليها جهد الموالد التوافقي. دي غير دي احنا عارضين. اه القوى دفع كارابتها المعد لكن جهد الموالد دي عند سرعة الالة المديرة وطيارة التغذية. ايه يا مصر. حضرتك كنت مركز عليها صح. صح. طيب. والاجزاء اللي بعد كده ما احنا شرحنا. ده احنا لسه الحالة اللي فاتت كنا بنقول حالات التحميل. الاحمال المادية والحسية والسعوية. وحالة اللحمل. وحالة القصر. صح. وقولنا كمان ايه? المفقيد. انواع المفقيد. وقولنا طرق التهوية. وقولنا التوافق وثم الحماية. الباب الموالدات انتهى وعليكم ان شاء الله ربنا يكرمكم المذاكر. معاكم التلفزيون في القناة. وكمان منزلين هذا الحلقات على قناة اليوتيوب بالنسبة ليه التعليم الفني. طب حنيد ندرس بقى النهاردة تاني يا مصر. هندرس اهم محرك موجود في الحالة العملية. المحرك الطوافقي. طبعا موجود عند حضراتكم في الورشة او في المعامل الموالد الطوافقي والمحرك الطوافقي. ولذلك مش هنقولي التركيب. تعالوا نشوف شاشتنا كده تطلعان ايه? بصوا مع بعض كده على شاشتنا هنا بتقول ايه? المحركات التزامنية. او التوافقية. طبعا الكلام ده هنقوله مع بعض. والتفصيل الكامل. ما هو المحرك التوافقي? وما هو تركيبه? طيب. يعني اه ده كده محركات التوافقية. ده كده يبقى زي المؤلد. بس هنا محرك. اما الباب اللي فات مؤلد. تفري نظرية العمل. اه. صح. مرافو عليكم. المحرك التوافقي تعريفه. هو قال تحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية. كمل. تدور بسرعة التوافق. او سرعة التزامن. اه لا دي زيادة دي احنا عارفين المطور تدي له كهربا يشتغل. نحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية. هنا الا المحركات التوافقية. تدور بسرعة التوافق. تلات تلاف تاخدهم تلات تلاف بالزبط. الف وخمسمائة تاخدهم الف وخمسمائة بالزبط. ايه ده مصر? ها? ها? طب كويس بنات. ايه ده معنا زلك? انه هيحتاج? استني شوي. استني شوي. صح. والشباب اه? لا كده قربناه. ده انا ممكن مش رحش محرك التوافقي النهاردة. تعالوا نشوف فقا تعريفه كده على شاشتنا الجميلة بتقول ايه? هل اللي احنا قلناه صح ولا غلط? عرف المحرك التوافقي وما سبب تسميته بهذا الاسم. يلا مع بعض نكتب هو الى كهربية. تحول الطاقة الكهربية. الى طاقة ميكانيكية او حركية. وبسرعة. برافو عليك ثابتة. الا وهي سرعة التوافق. ما هي سرعة التوافق يا اسادزة? فعلا من قانون التردد الاف بتساوي البي في الان على اتنين في ستين. الان. سرعة المجال الداير. برافو. سرعة المؤلد التوافقي. صح. سرعة التوافق. صح. كلها مسميات. واحدة. كلها مسميات واحدة. تب انت حالك بتركز ليه? في طريقة الكلام دي. لان انا لما اجي ادرس المحركات الاستنتاجية تتغير المسميات. خد بالك. سرعة التوافق. سرعة المحرك التوافقي. سرعة المؤلد التوافقي كلهم من قانون التردد. قانون التردد بيقول الاف بتساوي البي في الان على اتنين في ستين. رب عليك. يبقى هنا المحرك المحرك التوافقي يدور بسرعة التوافق. طب بص اللي جايك كده مع شاشتنا. ومن ذلك جاءت تسميته بالمحرك التوافقي او المتزامن. يعني ايه متزامن. قال لي سرعة المجال الدائر بتساوي سرعة العضو الدائر. ماريش يا مصر سرعة المجال الدائر بتاعتين وسرعة العضو الدائر بتاعتين. ماشي. هنقولي الكلام ده في نظرية العمل. هنقولي الكلام ده في نظرية العمل. اللي هي بالنسبةári قبل على طول انقول التركيب. التركيب المحرك التوافقي. دي حضراكو بقى تقولوها مع كده. نقولها كده مع بعض? طيب. تركيب المحرك التوافقي. اقوله تماما مثل الموالد التوافقي. ده احنا لسه لسه مخلصين باب الموالدات. طيب يلا نقوله مع بعض كده. هنقوله كده الواجه الواجه كده مع بعض. يلا. المحرك التوافقي تماما مثل الموالدات. يتركب من عضوين. ايه هم? عضو ثابت وعضو دائر. صح. براف. يلا بقى. ها? العضو السابت. واحد. الهيكل الخارجي. يصنع من مادة غير معناطسية. وظيفته. حمل رقائق وملفاته العضو السابت. اتنين. حماية الالم للصدمات الخارجية. طيب. ده العضو السابت الهيكل. رقم اتنين. قلب العضو الساكن. رقائق العضو السابت. تصنع من شراع السلب السليكوني. اعلل. خلاص. عارف. دفن التقارات الياس عليه. صح? الشراع السلب السلكوني المعزولة. والمجمع مع بعضها على هيئة دوائر. محفور. في سطحات داخلي مجاري طولية توضع بها ملفات العضو السابت. رقم تلاتة. في في العضو السابت. ملفات العضو السابت. تصنع. من سلك النحاء السلاح. خلاص يا سيدي عرف. عرفت ان انتم ذكرين. سانيا العضو الدائر. لا يا مستر ما تقولوش. ليه يا سيد? حضرتك ما انت لسه اقل لنا من ديتين. قارن بين العضو الدائر. زل اقطاب البرزة. ولو عضو الدائر زل اقطاب الغص. طيب ما هو هنا وهو هنا في المحرك التوافقي. يبقى العضو الدائر اقطاب برزة واقطاب غص. وعارفين ده فين وده فين. طيب كويس. وايه تاني? حلقات الانزل. حلقات اللي ايه? ده تركيب المحرك التوافقي. تماما مسلمين برفع لكم. زي الموالد التوافقي. واحنا عملنا عملية فلاش باك اهي? لتركيب الموالد التوافقي على المحرك التوافقي. برضو ما جاوبتش على سؤالنا. حاضر يا سيدة حاضر. ايه هو? المجال الدائر وايه هو العضو الدائر عشان يبقى فيه فرق ما بينه. تعالوا نشوف بقى نظرية العمل. تعالوا نشوف نظرية العمل. نظرية العمل للمحرك التوافقي وركزه معنا عشان نفهم يعني كلمة التوافقي. اي مطور في الدنيا بتدي له كوارابا يشتغل صح? صح. ايه اللي ده? ايه اللي ده? بصوا كده للأسئلة اللي هقولها ومش هكتبها لكم على الشاشة. علم. يحتاج المحرك التوافقي الى الى مديرة. ايه ده? ده زي زي الموالد اقول لك اه. ده استوزبر عليه? علل. يحتاج المحرك التوافقي الى طيارين. طيارين يا مستر اقول لك اه طيار مترد وطيار مستمار. ايه ده? طيب خد الخد اللي جاية? علل. لا يبدأ المحرك المتوافقي حرقته من تلقاء نفسه. لازم له الى مديرة. لازم له طيار مترد وطيار مستمار. ايه مستر المحرك الكبير ده? تبتعلوا بقى هنا مع بعض نقول نظرية العمل عشان نجاوب على الاسئلة دي كلها. نجاوب ليه بيحتاج طيار متردد? وطيار مستمار. ليه بيحتاج لالة? مديرة. ليه ما بيشتغلش من تلقاء نفسه اول ما دي له كهرباء? تعالوا شوف مع بعض كده. بالحجم بالنسبة ان هنا على شاشتنا هنتباني الرسمة بالزبط وهنشرع عليها بالتفصيل. تعالوا شوف مع بعض كده شاشتنا هتقولين ايه? ادي رسمة الموجة الجايبية لو انا اديه الطيار متردد. المفروض ان انا هدي هنا. الطيار لملفات العضو السابت ينشأ ايه? مجال ماناطيسي متردد. مرة موجة بمرة سابق. طيب. في مشكلة كده? انا مش عارف ان هو محارف توفقي. انا مش عارف اوه. ادي الطيار لملفات العضو السابق. محارف. بدي له كهرباء. وبعدين. قال طيب حينشأ مجال? هذا المجال. عبارة عن موجة مجابة وموجة ايه? سالبة. هيعبر الصغرة اللوائية. طوله ماشي. هيروح لملفات الاقطاب. تمام? هنفترض ان القد الجنوبي ويها تحت الموجة المجابة. قد جنوبي مع موجة مجابة ده هينشأ عزم دوران. نفترض بيننا وبينكم ان هو جيه لأعلى. تمام? يبقى عندي مجالين اشترى. اقول لك طيب اصبر علي. الموجة السالبة وقعد تحت مين? القدب الشمالي. راح تمديها عزم دوران? عكس الاتجال الاولاني. بقى المحارف طالع ونازل. المحارف مش قادر يدور. مرة فوق ومرة تحت. مرة شميل ومرة شميل ومرة يميل. ايه ده? لا ده مينفعش. اقول لك تعالى بقى. عايز تدوره? لازم الاقطاب دي اللي هو الشمالي وجنوبي. تدور بنفس سرعة المجال ده. الاتنين يكونوا سرعة واحدة. ده الاقطاب دي العضو الدار يا مصر. قلت له ايوة? آه يبقى كده لازم له الى مديرة. صح. لازم له الى ايه? مديرة. انك تدوره عشان يوصل لسرعة مين? المجال الدار. هي المجال الدار يعني المجاجبية بربع عليك. المجال الدار بينشأ منين? عند توصيل ملفات العضو الثابت بمنبع الطيار المتردد. دي سابتة. قد الطيار لملفات العضو الثابت ينشأ مجال مناطيس سابت القيمة والايه? والاتجاه. او سابت القيمة متردد في الاتجاه. اما ملفات الاقطاب. فقال لي ده لازم له الى مديرة فعلا. اقول لي صح. يبقى ان انت جاوبت على? ها? يحتاج المحرك التوافقي الى مديرة. لا يبدأ المحرك التوافقي حركته من تلقاء نفسه. طب والطيار المستمر اقول لي حضرتك بعد ما تدور المحرك التوافقي بالالة المديرة. وتوصل به الاقصى سرعة. هتعمل ايه? هتفصل الى مديرة. فاللحظة دي بتكون مغز ملفات الاقطاب بطيار مستمر. وبعدين تغز ملفات المنتج بطيار مطرد. دي النظرية كبيرة تانية جدا. طب نقولها مع بعض كده. بقول ايه? بدور المحرك التوافقي العضو الداير. بالالة الايه? المديرة. العضو الداير الاقطاب ايوة كده. انا عايز كده ان شاء الله دايما اسكن من كده كمان. ادور الاقطاب بالالة الايه المديرة? ليه مين? العضو الداير. لغاية ما يوصل لاقصى سرعة له. وبعدين? وانا بافصل المحرك اللي انا المديرة بافصلها اغز ملفات الاقطاب بطيار ايه? مرافو عليك مستمر. يبقى العضو الداير شغال. وفي نفس اللحزة غز ملفات المنتج بطيار متردد. يبقى مجال طيار المنتج مجال الاقطاب اللي اتنين سرعة ايه? واحدة. ولذلك سمي المحرك التوافقي او المتزامن. هي دي سرعة المجال الداير? اللي ناتجة من توصيل ملفات العضو الثابت دي مان بطيار متردد? وتشغيل العضو الداير بآلة مديرة وتغذية ملفات الاقطاب بطيار مستمر. ولذلك سمي توافقي. توافقي معنى زلك ان يبقى ان يبقى فيه طرق لبدء الحركة. اشرح مع الرسمة. بص على طول شاشتنا على طول. يعني انا بقول كزا هما يبقى فيه حد فيهم من الكهربا. فاهم الكهربا كويس. اشرح مع الرسم كيفية بدء حركة المحرك التوافقي بمساعدة. محرك خارجي. دي عند حضراتكو فيه المعامل جاهزة. بجيب محرك استنتاجي. انا نفس السير للمحرك التوافقي. اشغل المحرك الاستنتاجي لاقصى سرعة ليه. وبعدين افصل واغذي ملفات الاقطاب بطيار مستمر. وبعدين اغذي ملف المنتج بطيار متردد. الرسمة بتاعته موجودة في مادة الرسمة كمان. بصوا معايا كده. ده المحرك التوافقي. مع عمود الدوران لمحرك استنتاجي. يعني ده بالنسبة لبدء بس. يفشتغل كايه? كبدء حركة بس. وهنا مين? كنا كانت بقى ليه بيد? مع نفس عمود الدوران للمحرك التوافقي. الاتنين على عمود ادارة ايه? واحد. طب حد اشرحها بقى انا يعني صوتي كده ولا ايه? اه يا مصر احنا هنشغل الاول محرك للسنتاجة وصله بالمنبع. بربع عليك. هيدور مع مين يا مش مهندس? هيدور مع مين? ملفات العضو الدائر. ايوا بنات ملفات الاخطاب يا مصر. صح. لغاية ما توصل سرعة العضو الدائر تقريبا لسرعة التوافق. ابتدى غزي ملفات الاخطاب بطيار ايه? مستمار. ثم اوصل محرك التوافق بمنبع الطيار الايه? مترد. بعد كده بافصل الالة المديرة اللي هو المحرك الاستنتاجي من الشبكة. لان هي تشغيل محرك استنتاجي. محرك التوافقي باستخدام محرك خارجي. الطريقة التانية. وده السؤال اللي قلتلكم في المؤلدات هحتاجه. ودي موجودة في جميع معامل مصر. هتلاقي مكتوب عليه كده يشتغل كمحرك توافقي ومحرك محرك توافقي. مؤلد توافقي محرك. بستخدم حاجة كده اساتزة قلناها في المؤلدات. خلاص خلاص صحيحين. ملفات الاخماد يا مصر. صح. اسياخ الاخماد. صح. مش عايز محرك خارجي خلاص. المؤلد بحط اسفل ملفات الاقطاب او حزاء القد. اسياخ الاخماد. خلاص ما انا هجاوب اهو. اجاوب على الشاشة. اسياخ الاخماد. تمام? اسياخ الايه الاخماد? اللي هي بتضع اسفل ملفات الاقطاب. ايوة? ومقصورة على نفسها. بربع عليك. مقصورة على نفسها. كي انها قفز ايه? سنجاب. خلاص? ما انا هشرح او. طيب. اشغل المحرك بدون طيار تغزية. ما فيش شغل مستمر. تمام? يشتغل. كانوا ايه? استنتاج ايه? قفز سنجاب. صح? وبعد فترة ابتدي ازود سرعته عن طريقه مين? تمام? طيار التغزية. تصل سرعته الى سرعة التوافق. دي اسهل طريقة. بس دي بتستخدم في القدرات المتوسطة مش الكبيرة. يعني قدرات متوسطة مش كبيرة. نقولها تاني. احط ايه? ملفات الاخماد. اسفل ملفات الاقطاب الرئيسية او في احزاء القط. واقصرها على نفسها. كأنها قفز سنجاب. طبعا لا تغزب اي طيار. طب اطرف ملفات الاقطاب. ما ليش دعابيها دلوقتي خالص. اشغل المحرك كانوا استنتاجة. وصل ممبعة المتردد يشتغل. وبعدين قال لي بعد ما يوصل لأقصى سرعة ليه وخلاص. السرعة حاجة ليه بالنسبة للقفز سنجاب? اغز ملفات الاقطاب بالطيار ايه? مستمر. الى سرعة المحرك? زادت. الى ان تصل الى السرعة سرعة التوافق. انه سرعة الاضوة ده بتصوى سرعة المجال الدي. ودي اسهل طريقة. ودي موجودة على فكرة بقول في تسعة وتسعين في معامل مصر كلها. الوزارة مغفرة معمل اللف بلط بالكامل. وزملائنا الافاضل عارتين التجربة دي واكيد ان شاء الله بيشرحوه. تمام? الكلام ده مهم جدا. طيب يا مسر اللي هو انا عايز خطوات تشغيل المحرك. يعني اشغاله ازاي? تعايزين تكتبوها? عايزين تكتبوها? حاضر. الاول احنا قلنا ايه? ده احنا قلناه وشرحناه. يدار المحرك لاستنداني لسه ايه? حاضر اكتبوه. شاشتنا على طول ساعدتكو على طول. يدار المحرك الاستنداجي? ليدير العضو الدائر للمحرك التوافوقي. رقم اتنين. تغذى اقطاب المحرك التوافوقي بالطيار المستمر. طبعا بعد وصول المحرك لا اقصى صورة عليه. التالتة. عند توافق المحرك لحظيا مع المنبع يغذى العضو الثابت بالطيار المتردد من الشبكة. او من المنبع. لقد تقول لكم الكلمة هنا? ايه طبعا. تمام. توافق تمام. اللي بعد كده يفصل المحرك الاستنداجي ويعمل المحرك التوافقي ويترك للعمل. ويترك للايه? للعمل. اذا في كلمة مثل كده انت قلتها في اللي فات. ده بيتعمل له توافق مع الشبكة? الله ينور عليكم. الله ينور عليكم. الله ينور عليكم. فعلا. ده المحرك التوافق مهم جدا في حياتنا العملية. تعالوا نشوف فقا. هنشرح ايه تاني مع شاشتنا هنا فيه بالنسبة ليه المحرك التوافقي. انا بقى هنا خدت بالك سؤال ابننا اللي قالها. ده فيه توافق. اقول لك ولصعوبة عملية التوافق. يتم توصيل المحرك التوافقي. ليه ملفات العضو السابت. واوريك الرسمة. حاضر. على التوالي مع ملفات العضو السابت للمحرك المدير. الرسمة هي. زملاءنا على طول جابوها لنا هي. اهي. خدت بالك من التوصيلة دي ابننا وبناتنا فين اهي. خدت بالك ملفات العضو السابت. ليه? المحرك الاستنتاجي. متوصلة بالتوالي مع ملفات العضو الثابت للمحرك التوافقي. والاتنين شبكة ايه? واحدة. معنى ذلك ان انا عامل عملية ايه? توافق. عامل عملية توافق. توافق مع الشبكة للمحرك اه? لازم اللي اتنين يكونوا تردد واحد. خدت بالكم التوصيلة تانية. بنوال ايه? ملفات العضو الثابت. المحرك الاستنتاجي بتوالي مع ملفات العضو الثابت للمحرك التوافقي. اللي اتنين يكونوا تردد واحد. خدوا لكم كويس جدا. المحرك التوافقي في الحالة عملية مش عايزة اقول لك استخداماته لما تشوفها بعينيك دلوقتي. اشرح مع الرسم. دي? احنا جاوبنا على السؤال ده. اللي هي استخدام المحرك الاستنتاجي كقفز سنجاب داخل المحرك التوافقي. وقلنا ابنائنا وبناتنا خدناه في الموالدات. ودي الرسمة بتاعته. لو لاحزت هنا حلقات القفز سنجاب من جوه مقصورة على نفسها. وقادي ملفات الاقطاب. ادي ملفات الاقطاب النورس انساوس نورس انساوس. شمالي وجنوج. واحنا قلنا بيشتغل ازاي? وشرحناه وقلنا في المعامل كمان زملائنا الافاضل في جميع المدارس بيشرحوها. في نقطة مهمة جدا. يا رب شاشتنا اه بص على طول الله اكبر عليهم. يجب عدم قصر اطراف ملفات الاقطاب. بسم الله ما شاء الله عليهم جابوها بسرعة جدا. انا لو شغلت المحرك التوافقي عن طريق قفز سنجاب. تمام? اطراف ملفات الاقطاب. انا جيت ناحيتها. لأ. قال لي اوعد تقصرها. هتحصل مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. وبيني وبينكم دي بقى احد الاسئلة التبكات في الامتحانات. يعني زملائنا على طول لسه هلسه هشرح فيها راح اجاب لك. فما لحيتش هعديها كمان. يجب عدم قصر اطراف ملفات الاقطاب. انت القفز سنجاب شغاله المحرك. اطراف ملفات الاقطاب برضه. اوعد. ودي برضو دايما بنقول لها زملائنا الفاضل بيبقى ايديهم ويعنيهم عليك. ايه وعد اطراف ملفات الاقطاب دي? تقصر على نفسها. هيتولد طيار كبير جدا. هيعمل حاجات في المولد مش طبيعية. يعني تعالوا نشوف الاجابة. انا كنت عايز اقول لها لكم في نهاية الحلقة كده تكة واقول لكم الجاوب عليها. زملاء انا بيحبوك واوي راح اجابيني السؤال مباشر. تعالوا نشوف مع بعض كده. الاجابة هتكون ايه? لانه يستنتج. بيع طيار كبير جدا. يعني ملفات الاقطاب لو انت قفلتها لنفسها اتولد فيها طيار كبير جدا. خد بالك من اللي جاية هيسبب عزم فرمالة للعضو الدائر. اول ما يصل صورة للعضو الدائر صورة المحارك هيوقف. يبقى انت هنا ما تقصرش اطراف ملفات الاقطاب وانت شنخل. ابنان وابناتنا بالسؤال الجميل اللي زملائنا الافاضل طلعه لكم على الشاشة مباشرة كده كنا عايزين نخليه يبقى تكت الحلقة بازن الله. يعني اخذنا النهاردة عن هنا باب المولدات التوافقية. وكمان ادينا في بعض الاسئلة المهمة جدا اللي ان شاء الله حضراتكم بكونوا ذكرتوها او بتحلوا فيها. كمان دخلنا او شرحنا مع المحرك التوافقي بقولنا ان هو من اهم المحركات اللي موجودة في الحالة عملية. قلنا تركيبه زيه زي المولد وحضراتكم شرحته. وقلنا فيها اسئلة مهمة جدا لماذا لا يبدأ المحرك التوافق حركته من تلقاء نفسه? او لماذا يحتاج الى طيارين? طيار مطرد الطيار مستمر? وقلنا اللي جابة هكون فيه نظرية العمل. وقلنا طرق بدء حركة المحرك التوافقي. ويعني لسه ما كملناش. ويزو من انا طلع لكم سؤال تكة جميلة جدا. علل لا يجب قصر اطراف ملفات الاقطاب في المحرك التوافقي. وقلنا هنعمل هيستندك بها طيار كبير جدا. يؤدي الى عزم فرمالة للعضو الدوار وارجع اشغل تاني المحرك التوافقي. طبعا فيه تكمل المحرك فيه اسئلة جميلة جدا. ان شاء الله. ان شاء الله في الحلقة القادمة نكمل شرح المحرك التوافقي ونكمل مناجنا. ربنا يحفظنا ويحفظ بلدنا. ويوفقكم جميعا. والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.